بعد أن كان النفط والألبسة والقطن أهم المنتجات التي تصدرها سوريا للخارج باتت اليوم حبوب الكيبتاجون أهم ما يصدره نظام الأسد بعد أن أحكم قبضته على رقاب السوريين ونشر الميليشيات الأجنبية في أنحاء البلاد وكالة فرانس بريس ذكرت في تقرير صادر عنها أن قيمة حبوب الكيبتاجون المخدرة تفوق كل قيمة صادرات سوريا القانونية منها ما صدر خلال العامين الماضيين ومنها ما لم يصادر الوكالة أشارت إلى انتشار شبكات تابعة لمسؤولين أمنيين حاليين وسابقين في نظام الأسد تعمل على مد خطوط تصدير الكيبتاجون إلى كافة أنحاء سوريا متجاوزة المعابر الداخلية التي تفصلها عن مناطق سيطرة قسد والمناطق المحررة كما أن الشبكات امتدت إلى لبنان والعراق وتركيا وصولا إلى دول الخريج مرورا بدول إفريقية وأوروبية أبرز تلك الدول المستهدفة هي السعودية وفقا للتقرير ذاته تجارة الكيبتاجون تتزامن مع تدهور مستمر في الوضع المعيشي للسوريين في كافة المناطق بالإضافة إلى التراجع الحاد الذي تشهده الليرة السورية مع مخاوف من مزيد من الانهيارات التي قد تضر واقع ومستقبل السوريين